قبل ما نبدأ في الدوري بنعرج على منتخب الشباب اليوم خاض مباراة الثانية في هذه التصفيات المقامة هناك في طاجكستان تفوق اليوم على منتخب سيرلانكا عفوا بخمسة أهداف نظيفة بعدما كان خسر مباراة الأولى من ماليزيا بهدف مقابل هدفين ثلاث نقاط بخمسة أهداف تتبقى للمنتخب مبارتان يوم الجمعة إن شاء الله مع كوريا الشمالية ويوم الأحد أو يوم الأحد مع طاجكستان في ختام مشوارة بهذه التصفيات وبالتالي تكون قد انتهت تصفيات هذه المجموعة حسب المعلومة أن الفريق الأخير في المجموعة يتم خصم نتائجه كمان فالتنافس على المركز الثاني طبعا الأول يصعد مباشرة في المجموعات الأسيوية كلها وبعدين يختاروا خمسة منتخبات كأفضل ثواني في هذه المجموعات عموما المنتخب سجل أربعة هدف في الشوط الأول وهدف خامس في الشوط الثاني وكسب منتخب سيرلانكا المتوقع أنه يكون طبعا طرف الأضعف في هذه المجموعة يعني فوز يعود بالمنتخب إلى أنه قدر يسجل أهداف كثيرة يعود إلى أنه يحقق الفوز على الأقل في هذه التصفيات بعدما خسر في الجولة الماضية أمام المنتخب الماليزي نعم بسم الله الرحمن الرحيم أكيد طبعا نحن نهني القائمين على المنتخب وأيضا اللاعبين على هذا الفوز بخمسة أهداف أكيد أيضا تصحيح الأخطاء بعد الخسارة المفاجئة أمام ماليزي يعني أنا شاهدت المباراة الأولى أيضا فريق قدم أضاع فرص لكن بالنهاية الفريق الماليزي كان يلعب على الهجمات المرتدة وفاز بالمباراة اليوم المنتخب عوض الخسارة بفوز على أضعف المنتخبات المجموعة الفريق السريلانكي اللي خسر جميع مباراياته حتى الآن طبعا مثل المتابعين ما يعرفون أنه كوريا الشمالية هي اللي تصدر هذه المجموعة والمباراة تقام في دوشنبا في طاجكستان مباراتين مهمتين جدا أمام المنتخبين الكوري الشمالي والطاجيكي المستضيف طبعا منتخب ماليزي الآن بالمركز الثاني الأول هو فقط مثل ما نعرف أنه سيتأهل الثاني سيذهب إلى أفضل ثواني ومجاميع أكثر من مجموعة والحسبة هذه والأهداف يعني تخيلت أبو خالد يعني بعض المنتخبات جدا ضعيفة في المجاميع يعني مثلا يوم المنتخب العراقي فاز على منتخب بروناي بخمسة عشر هدف مقابل لا شيء يعني مباراة كرة سلة فعموما اليوم تألق يوسف الشبيبي اللي يسجل هدفين مهند عدي فيصل فحتى الروح يعني اللاعبين عادوا الروح الروح المنتخب التعامل مع المباراة نعم المنتخب اللي أمامك كان هو منتخب ضعيف جدا لكن وأيضا طرد لاعب منهم فيما بعد المنتخب السريلانكي الأهم من كل هذا أنه الثقة عادت نعم مبارتين متبقيتين يعني مع الفريقين الأصعب في هذه المجموعة خصوصا منتخب الكوري الشمالي لكن أنت عليك إذا تريد أنه تلعب للنهاية أنه تفوز في المباراتين تقدم المستويات لأنه منتخب الشباب يعني أنا متابعة حتى في معسكرات خارجية كان إليه كان عنده معسكر خارجي في العراق لعب في بطولة غرب آسيا على ما أذكر في المملكة العربية السعودية تعادل الغد في تلك البطولة مع المنتخب السعودي على ما أذكر فمنتخب يعني عنده خامات جيدة لكن ربما يعني هذه الخسارة أمام ماليزيا يعني ببداية كانت غير متوقعة أطلاقا الثقة موجودة أكيد هذه الجرعة المعنوية ستساعد اللاعبين على الظهور بصورة جيدة رغم صعوبة المباراتين المتبقيتين لكن أكيد الآن اللاعبين يدركون أنه حتقهم مسؤولية كبيرة مع الجهاز الفني في تحقيق النتائج المرجوة وبكل تأكيد طموح الجماهير أيضا العمانية المتابعة أنه يتأهل أو يخطف المنتخب بطاقة هذه المجموعة ولكن ينبغي أن يفوز في أن مباراتين هذه اللقطات طبعا من المباراة اللي فاز فيها اليوم المنتخب خمسة صفر على منتخب سيرلنكا يعني حلو بانتظار ما سيكون لأن الفريقين المرشحين هم اللي بنلاقيهم في المعطة طبعا كوري الشمالي متصدر تبع نقاط لعب مباراة أكثر وأيضا مباراة أمام المنتخب المستضيف منتخب طاجقستان بس أبو خالد هذه المباراة نتيجة هذه المباراة هي اللي تقدر تبنى عليها مهما كانت الفوارق هي بداية خطوة وخطوة للأمام تضمن لك يعني تشوف من بعد هذه الخطوة تبقى الآن فوزك اليوم على سيرلنكا يفتح لك المجال على أساس أنك أنت المباراة الثالثة مع كوريا الشمالية مع كوريا الشمالية هي اللي ممكن تحطك في موضع المنافس وتقدر تحدد يعني تعرف وضعك في المجموعة لأن أنت إذا تقسب ثلاث مباريات يعني بنسبة جدا كبيرة أنك تصعد أول المجموعة هو بس للإشارة عفوا يعني تغطية الموضوع تخصم النقاط الفريق الأخير في حسبة المركز الثاني فقط يعني الأول يتهل بعدين عشان حسبة المركز الثاني بس إذا أبو حمد أفوني ذا كوريا الشمالية لا قدر الله فازت على المنتخب يتأهل الكوريا بالمرحز ليش أقول لك هذه الخطوة تلازم تفوز ثلاث مباريات إذا تريد ثلاث مباريات يعني المباراتين والتبقيات لازم تفوز فيهم اليوم فزت في واحدة بجي مباراتين صحيح أمام كوريا الشمالية فإذا اليوم هذه المباراة هي الخطوة التي تقدر أن ترسم عليها خطك كمرحلة للصعود المباراة الغادمة هي عاد يجب أنك أنت تفوز فيها لازم تكسب مباراتين لازم تكسب مباراتين أنا غصلي أن المباراة الأخيرة خلاص أنت عارف وضعك وعارف هدفك وين إذا كسبت المباراة الغادمة الآن أمام كوريا صحيح مع الطاجيك خلاص أنت عارف وضعك بعد كسبك لكوريا الشمالية بعدين بتتضح عندك الصور بشكل جدا كبير وتعرف يعني خطك إلى وين رايحة فهذه خطوة موفقة ألف مبروك للشباب وكل أشاد في العناصر الموجودة في المنتقب يعني برغم الخسارة أمام ماليزيا ولكن كل أشاد بالعناصر القيدة المنتقاء جيد وخامات يعني نستفعي خير في المستقبل إن شاء الله وتبقى المحاولة لازم تكونينها غايمة كسب المباراة الغادمة في غاية الهاتف لازم لازم لأنك كوريا عدد سبع نقاط لازم 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 تفوز على كوريا يصير ستة فارق نقطة تبقى لك أنت مباراة أخيرة مع طاجك مع الطاجك هذه قاعدة تحدد في هدفك أنت خلاص هذا أريد أن تصدر يعني بالضبط مهمة صعبة طبعا مهمة صعبة لكن إن شاء الله نرجو لمنتخب الشباب كل التوفيق أي تعليق؟ خلاص الشباب ما قصروا كفة وفة وصدر طيب إذن للتذكير منتخب الشباب بلعب مباراة القادمة مع كوريا الشمالية يوم الجمعة يعني بعد يوم لأنه احنا ارتفع جول الماضي كمنتخب كانت مار يوم السبت ولعبنا اليوم الأربعة فمباراتين هذه للآن صار كل يوم مباراة يعني اليوم الأربعة لعبنا مباراة الجمعة مباراة مع كوريا الشمالية الأحد مباراة مع منتخب تاجكستان المستضيف كل التوفيق لمنتخب الشباب إن شاء الله أني أخرج من نتيجة الإيجابية مثلما ذكرت الأوائل المجموعات يتأهلون باشرة حسبت المركز الثاني يتملغى نتيجة الفريق الأخير وبعدين يشوف النقاط للمتأهل الثاني أو صاحب المركز الثاني كم نقطة حصل طبعا بعدين مع كل المجموعات واختيار الأفضل من هؤلاء الثاني